في إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي من خطر يهدد وجود اليمن ويشك على تجزئته معتبرا ذلك تهديدا كبيرا للاستقرار في المنطقة في اللحظة التي يرتقب اليمنيون مآلات انقلاب عدن بانتظار ما سيصفر عنه اجتماع جدا مرتقب باعتباره محطة مهمة في مسار الأزمة اليمنية تصريحات نائب رئيس مجلس دواب عبد العزيز جباري أكدت أن موقف الشرعية حكومة ورئاسة من انقلاب عدن لا يزال ثابتا إذا رفض أي نقاشات أو حوار قبل إزالة آثار الانقلاب القائم لا شيء إذن يلوح في أفق الأزمة الجديدة سوى أن هناك حالة من التطبيع مع الأمر الواقع الذي يسيطر فيه حلفاء الإمارات على عدن ومحيطها في مقابل وقف أي تصعيد باتجاه شبوة أو حضر موت يؤكد جباري أن مفاوضات جدة أنتهت ولم تحدث من أساسها وأنه لا وجود ولا صحة لأي حديث عن تعديلات حكومية وعليه يبدو أن الشرعية رمت بكل ثقلها للجانب السعودي وهو موقف يعده الكثير بمثابة سوء تقدير لحساسية الموقف فالسعودية اليوم تخوض معاركها وحيدة بعد تخلي الكثير من حلفائها عنها رغم التقليل من الآمال بشأن ما يمكن أن ينتج عنه حوار جدة إلا أن تعثره يكشف عن محطة أخرى قد تطيل مدة الأزمة اليمنية وتزيد من تفاقمها الحكومة الشرعية أصدرت بيانها حول التصعيد الإماراتي العسكري الأخير بعدا وطالبت برحيل الإمارات لكن على الأرض ما يقوله الانتقالي شيء آخر فسقطرات تبرز كواجهة جديدة للأحداث وسط صمت حكومي مريب فيما يحارب محافظ المحافظة رمزي محروس وحيدا وعلى القرب من ذلك يقول المراقبون إن الوضع في محافظتي شبوى وأبيان لا يزال مرشحا للانفجار إذ لم تدر الشرعية معاركها دون انتظار تدخل الرياض يبدو أن الإمارات عازمة على تنفيذ أجندتها فهل سترضخ الشرعية أم ستدفع بثقلها على الأرض؟